قصة أحلى رفيق وهذه القصة أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ربيعة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أرضاه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوقفت عند الباب أنتظر إذا طلب شيئا فبدت عند الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويركع أسمعه يقول سبحان الله سبحان ربي حتى يغلبني النوم فأتيته في ليلة فقال لي يا ربيعة سلني أعطك وفي رواية فقال لي يا ربيعة سلني فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذاك قال ربيعة هو ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود هذه هي قصة الليلة وسميتها بهذا العنوان قصة أحلى رفيق لأن هذا الخادم المبارك ربيعة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه بشر بأنه سيكون رفيقا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة وأحلى رفيق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا لهناء أي عبد صالح أكرمه الله عز وجل بأن يكون رفيقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يطول زمان الصحبة فكما سنعرف بإذن الله تعالى أثناء الوقوف مع فوائد هذه القصة أن رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة درجات والناس في هذا مقامات وسنؤكد على هذا ونبينه إن شاء الله في تفاصيل فوائد القصة هل تعرفون هذا الصحابي بطل هذه القصة ربيعة الأسلمي رضي الله عنه أرضاه منا من سمع عن سيدنا ربيعة ومنا ربما من يعرف هذا الموقف ولكن ما تاريخ هذا الصحابي من أي بلد أو من أي قبيلة ومتى أسلم ومتى مات وكيف كانت صحبته لسيد رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه أبو فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه أرضاه أبو فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه أرضاه أسلمي لأنه من أسلم من قبيلة أسلم وهي قبيلة مشهورة معروفة في العرب ويعد في الحجازيين جاء صغيرا أي صغيرا في السن حين سمع عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي هذا الزمان فاستأذن والداه في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأكد من خبر نبوته يراه ويسمعه فجاء فسأل على سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورآه وسمع منه ثم عاد مسلما ثم استأذن والديه بعد ذلك في أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيل عنده المكث ليتعلم منه فأذن له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس مع أهل الصفة زمانا وقيل إنه كان يعد واحدا من أهل الصفة وأهل الصفة كانوا يجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلبهم من فقراء المسلمين وبعد مدة طمع هذا الصحابي في المزيد من القرب من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشوق يلاحقه والشغف يحرضه فاستأذن سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون خادما عنده أخدم عليك يا سيدي تقبلني خوايدم عندك يا سيدي الناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده خدم كثر يحبون خدمته ومن أوائل هؤلاء سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلو عليه ولا شممت مسكا ولا عنبارا أطيب من ريح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي وكان أيضا من خدمه سيدنا عبد الله بن مسعود وهو صاحب السواك وصاحب الوساد وصاحب النعل وصاحب الوضوء رضي الله عنه أرضاه صاحب السواك لأنه كان يحمل سواك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أرد وكان صاحب الوساد أي إذا دخل رسول الله أي مكان فكان عبد الله بن مسعود يتقدم بين يدي الصحابة ليضع الوسادة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس عليها ليتكئ عليها وهو صاحب النعل لأنه كان يبادر بحمل نعل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلعه وإذا أراد أن يلبس النعل حين ينتهي من مجلسه فكان يضع نعل النبي صلى الله عليه وسلم بين رجليه اللي يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله فهو صاحب السواك عبد الله بن مسعود وهو صاحب الوساد أو الوسادة وهو صاحب النعل وهو أيضا صاحب الوضوء لأنه كان أحيانا يدخل كمثل ربيع الأسلمي الذي معنى بطل القصة اللي لادي كان أحيانا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في النهار أو الليل فيضع له وضوءه يعني يحضر له الماء ليتوضأ يحضر له إناء الوضوء ليتوضأ وأيضا من خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا ثوبان وأيضا من خدم رسول الله سيدنا ربيع بن كعب الأسلمي بطل قصة اللي لادي وسيدنا ربيع كان فقيرا في أول قدومه على رسول الله فجالس أهل الصفة لكنه بعد ذلك صار غنيا قيل إنه كان يرعى الغنم قبل أن يدخل في الإسلام ولما دخل في الإسلام اشتغل بالتجارة مدة حتى أغناه الله عز وجل وقيل بل أغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطائه يعني كان رسول الله سببا في غنى ربيع بن كعب الأسلمي بسبب عطاء سيدنا النبي له وأنه كان يغدق عليه فيعطيه مثلا قطعة من الأرض يعطيه غنيمات وهكذا وفي الأثر الصحيح أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قطعه أرضا يعني أعطاه عطاء قطعة من الأرض في وقت من الأوقات ترجمة نانسي القطع